وينضم إلينا مراما لعليا المزيد من التفاصيل ومعلومات مرسل الحدث خالد القاسم خالد أهلا بك خالد إذن تابعنا هذا التطور اللافتة الأمني في الضفة الغربية هذه المرة التدخل الإسرائيلي العملية الإسرائيلية كانت قصفا على المنطقة ما الذي يحدث الآن في الضفة خالد؟ يعني عمليا الأمور الآن هادئة بعد يوم شهدت فيه الأراضي الفلسطينية عمليات اقتحامات واجتياحات وقصف بالطائرات الإسرائيلية كما حدث في مخيم بلاطا عندما استهدفت طائرة إسرائيلية بصاروخ مقرا ثقافيا لحركة فتح في مخيم بلاطا شرقي مدينة نابلس ما أدى إلى مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين بجروح عقب ذلك اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطا وعمدت على تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية كالخطوط المياه والكهرباء إضافة إلى تجريف الشوارع الداخلية وتدمير المركبات وأجزاء من المنازل في أزقة المخيم قبل ذلك كان الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا بالرصاص وأصاب اثنين آخرين في مدينة طوباص إلى الشمال من مدينة نابلس خلال اقتحام واسع نفذه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات اعتقالات حيث دارت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي كل ذلك يترافق مع حملة اعتقالات واسعة شنها الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية طالت أكثر من أربعين فلسطينيا نصفهم من مدينة الخليل لوحدها ما الاهداف الإسرائيلية المعلنة من هذه التحركات؟ الأهداف من الاعتقالات؟ الأهداف الإسرائيلية المعلنة من الاعتقالات من جهة ومن هذه التحركات في الضفة الغربية بشكل عام وفي جيني خاصة يعني دائما إسرائيل تقول في بياناتها بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية برفقة الجيش والمخابرات الإسرائيلية نفذت عملية اعتقالات أو عملية تصفية لمن تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية أو التخطيط لتنفيذ عمليات أو مقاومة بالأسلحة النارية خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدن الفرسطينية ولكن خالد إضافة إلى ذلك بيانات الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب هل ثم تم مبررات حديث إسرائيلي مختلف أهداف مختلفة معلنة بعد السابع من أكتوبر وبعد هذه التطورات الأخيرة لا هي البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي تتحدث عن تنفيذ عمليات اعتقال أو اغتيال إحباط عمليات عسكرية قد تنفذ ضد أهداف إسرائيلية أو ضد المستوطنين على الطرق الخارجية لذلك يقوم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هذه حملات الاعتقال هذه هذا ما هو ما يصدره الجيش الإسرائيلي من بيانات عقب عمليات الاقتحام والاعتقالات شكرا على كل هذه المعلومات من رام الله كنت معنا مراسل حدث خالد القاسم شكرا جزيلا